موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام وأهلا وسهلا بكم إلى حديث الصحافة يبدو أن أوباما يعود بقدرة قادر إلى التفكير بطريقة موضوعية فها هو يبدأ بالتفكير بأنه لا يمكنه معالجة العرض دون إزالة أصل المرض فرانس فان كاتر نشرت بعنوان واشنطن تشن 85 بالبئة من الضغبات ضد الجهاديين وتراجع استراتيجيتها تجاه سوريا أعلن البينتاجون أن الولايات المتحدة تشن وحدها 85 بالبئة من الضغبات الجوية ضد تنظيم الدولة الإسلامية ونقل تلفزيون CNN نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن باراك أوباما طلب من مستشاره مراجعة استراتيجية إدارته تجاه سوريا وذكرت المحطة أن الرئيس الأمريكي توصل إلى أنه قد لن يكون ممكن هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية بدون إزاحة بشار الأسد وأضافت الشبكة التلفزيونية نقلا عن مسؤولين أمريكيين بارزين أن فريق أوباما للأمن القومي عقد أربعة اجتماعات على مدى الأسبوع المنصر لتقييم كيف يمكن الاستراتيجية الإدارة أن تكون منسجمة مع حملتها ضد التنظيم الذي استولى على أجزاء واسعة في سوريا والعراق ونسبت CNN إلى مسؤول بارز قوله الرئيس طلب مننا أن ندرس مجددا كيف يمكن تحقيق هذا الانسجام لكي ننزل هزيمة حقيقية بتنظيم الدولة الإسلامية فإننا نحتاج ليس فقط إلى هزيمته في العراق بل إلى هزيمته أيضا في سوريا وأضف قائلا في حين يبقى التركيز المباشر على طرد تنظيم الدولة الإسلامية من العراق فإننا وشركاءنا في الاتلاف سنواصل ضرب تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا لحرمانه من ملاذ آمن وتعطيل قدراته الهجومية نبقى في موضوع داعش والحرب عليها حيث نشرت الجزيرة نت بعنوان البحر للجزيرة نت تنظيم الدولة مرض والنظام سببه قال رئيس الاتلاف الوطني السوري المعارض هذه البحر إنه لا يمكن القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية الذي يعد مرضا دون مواجهة المسبب رئيسي لهذا المرض أي نظام سوري أما عن الضربات التي يشنها التحالف الدولي في سوريا فيرى البحر أن الغارات الجوية دون العمليات البرية لا تحقق النصر وطالب بالتنسيق مع الجيش الحر على الأرض في هذا المجال وأكد ضرورة دعم الجيش الحر لخوض معركته المصرية مع نظام الأسد المسبب رئيسي للإرهاب ومحاربة التنظيمات الإرهابية الأخرى بنفس الوقت وعن رأيه في مبادرة المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان ديمستورا بشأن الوقف المؤقت للقتال ببعض المناطق اعتبر رئيس الاتلاف المعارض أنهم يسعون لوقف القصف واستخدام المراميل المتفجرات والعنف ضد الشعب لكن أي حل يجب أن يكون جزءا من حل شامل ولا يمكن أن نخطو خطوات مجتزأة دون النظر للهدف النهائي أما عن مبادرة رئيس الأسباق للإتلاف معاذ الخطيب فأشر إلى أن الخطيب يسعى وفق رؤيته الخاصة وقام بمبادرته منفردا بعد اتصالات مسبقة مع المسؤولين الروس وجدد التمسك بالمبادرة التي قدمها لإتلاف في مؤتمر جينيف ووصفها بأنها خريطة طريقا للسلام بسوريا وهي مبادئ من 24 بند توضح جدولا زمنيا واضحا ينتهي بتحقيق الانتقال السياسي نحو مجتمع ديمقراطي تعددي ورفض رفضا قاطعا الحوار مع إيران لأنها حليف للنظام وشريك أساسي بارتكاب الجرائم وعلى إيران أولا سحب ميليشياتها ومقاتليها ومستشاريها العسكريين وإيقاف الدعم للنظام واتخاذ موقف حيادي مثبت وختم أنهم في الاتلاف يسعون لضمان حريات الآراء وأليات اتخاذ القرار ديمقراطيا أعتبر أن الخلافات طبيعية موجودة ضمن الأطر الديمقراطية لكن المستقبل القريب يحمل أخبارا طيبة حول تشكيل الحكومة المؤقتة وهي حكومة وطنية شاملة لا يسيطر عليها أي طرف وتمثل كل القوى الوطنية وأطيف المجتمع السوري لعبة الأسد الشهيرة ومنذ خلف والده هي إغراق الخصوم بالتفاصيل وبالتالي وأدو كل مشروع ودون أن يقول لا هذا ما يقوله طارق الحميد الذي نشر في صحيفة الشرق الأوسط بعنوان بشار الأسد هي نفس اللعبة جاء فيه نقلت وكالة أنباء نظام الأسدي عن بشار الأسد قوله إن اقتراح واسيط السلام الدولي استفان ديمستورا لتنفيذ اتفاقات محلية لوقف إطلاق النار تبدأ بالمدينة حلب هي اقتراحات جديرة بالدراسة وبمحاولة العمل بها فهل هذا تطور في موقف الأسد؟ يخطئ من يعتقد ذلك الحقائق تقول لنا إن الأسد ومنذ بدء الثورة السورية كانت دائما التلاعب بكل مشروع يطرح حيث كان يوافق على كل مبادرة أو مشروع يطرح لحل الأزمة لكنه يباشر في تفريغ كل ما يطرح من محتواه تماما ويضع الوقت في التسويف والمماطلة وهو يجد عملية الهروب إلى الأمام تارة بالتصعيد وتارة أخرى بتعقيد الملف فعل الأسد ذلك بملف المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الراحل رفيق الحريري وفعل الأمر نفسه تجاه المبادرة العربية بسوريا بعد الثورة وفعل نفس الأمر مع فريق المفتشين العرب ثم تلاعب بالمبعوث الأممي كوفي أنان حتى استقال والأمر نفسه فعله بحق المبعوث الأممي العربي الأخضر الإبراهيمي ومرث الأسد كل ألعبه هذه بمؤتمر جينيف الأول وثاني فطول حكم الأسد وطول الأزمة السورية وحتى في عملية التخلص من أسلحته الكيموية كان الأسد يتلاعب ويماطل ويضيع الوقت دون الالتزام بشيء عد قصة الأسلحة الكيموية والسبب في التزامه بهذا الملف واضح جدا وهو الطغط الروسي وليس الأمريكي من أجل أن يسلم الأسد مخزونه من الأسلحة وليس بمقدور أحد التأكد أصلا من أن الأسد قد قام بتسليم كل ما لديه من المخزون الكيموي وعليه فلماذا على المجتمع الدولي الآن أو المنطقة أن تصدق تصريح الأسد الأخير ولا سيما بأن شعارهم كان واضحا منذ بدء الثورة وهو الأسد أو لا أحد وبالتالي فإن كل ما نسمعه الآن من الأسد حول مقترحات إيقاف إطلاق النار في حلب ما هو إلا مضيعة للوقت فطالما أن لا جهدا دوليا حقيقيا لإيقاف جرائم الأسد فإن كل هذه المقترحات التي نسمع عنها وترحيب الأسد بها ما هي إلا مضيعة للوقت وإطالة لأمد الأزمة السورية خطة الأسد الخبيثة بإشعال دول المنطقة تنضي على قدم وساق صحيفة ياني عقد التركية نشرت تحت عنوان خطة الأسد الخبيثة الجأفي تشير صحيفة ياني عقد في عددها اليوم إلى خطة رئيس النظام السوري بشار الأسد الخبيثة المتمثلة بضرب تركيا من خلال زيادة عدد اللاجئين الفارين من المعارك في مدينة حلب إليها في حين نهز عدد اللاجئين السوريين في تركيا المليونين وتذكر الصحيفة أيضا أن الأسد بينما يحاول إيجاد منفذ لأعمال التخريب وزعزعة الأمن داخل تركيا من خلال دعم منظمة بي كي كي الإرهابية يقوم من جهة أخرى بقصف مدينة حلب ذات الخمسة ملايين نسمة بالبراميل المتفجرة لإجبار سكانها على النزوح إلى تركيا ويستهدف الأسد من وراء هذا القصف العنف والمتواصل السيطرة على المدينة بعد ترضي عناصر الجيش السوري الحر منها وإجبار نحو مليوني شخص من سكان حلب على اللجوء إلى تركيا لوضعها في موقف محرج نواصل مع مدينة حلب حلب أقدم مدن العالم صمدت أمام كثير من الغزاء فهل تصمد اليوم أمام الطاغية؟ صحيفة استار تركيا نشرت مقالة لها كان البراق بعنوان هل نحن جاهزون لسقوط حلب جأفي؟ حلب التي تشكل أهم نقطة بالنسبة للمقاومات السورية تحاصر اليوم من قبل قوات النظام وإذا ما تمكنت هذه القوات من فرض سيطرتها على منطقة حندرات والنرامون ستكون قد أكملت حصارها الشاملة على مدينة حلب وبهذا الحصار تكون قوات النظام قد فتحت لها طريقا ما بين نبل والزهراء وبين حلب الجديدة وعند انقطاع تواصل ما بين محافظة كيلس وبين حلب لن تستطيع المعارضة السيطرة على المنطقة الواقعة بين كيلس وبين رأس العين ومن جهة أخرى فإن قوات الأسد التي ستخرج من منطقة الزهراء ومن عفرين لن تواجه أي مشكلة في التقدم نحو أطماء المقابلة للرحالية هذه الخسائر المتوقعة للمعارضة ستؤدي إلى ضعف أمني حقيقيا على الحدود التركية السورية ففقدان السيطرة على حلب لا ينمغي قراءته على أنه خسارة للمعارضة السورية فحسب بل خسارة لتركيا أيضا إيران تدعم نظام السوري بصورة سرية بالأسلحة وبصورة علنية أيضا أما تركيا فقد دعمت المعارضة السورية ضد الأسد لكن سوء اختيار إدارة المعارضة أدى إلى احتمال تعرض تركيا لخسائر فادحة إن ظهور تركيا اليوم على أنها تساعد سوريا وهي فعليا لم تسلم هذه المساعدات إلى أياد أمينة قد يجبر الشعب التركي على دفع ثمن باهظ لذلك فعلى الدولة التركية تأمين كل اللوازم العسكرية لمقاتل المعارضة المتواجدين في حلب وتأمين كل ما يلزم من معلومات ومن دعم لوجستي وإلا فإنهم لن يجدوا ما يأكلون وسيقاتلون بأسلحة بطيطة صنعها بأيديهم فإذا لم يتم دعم المجموعة المسلحة هناك على وجه السرعة ستسقط حلب وستدفع الدولة التركية المئات من الأرواح ومئات أضعاف التكلفة المادية لحماية حلب إذا سقطت حلب ستكون هناك منظمة مستعدة لقتال تركيا على طول الحدود التركية السورية البالغة 900 كيلومتر وستحاول سوريا وإيران تحمل تركيا ثمن مساعدتها للمعارضة السورية لذا أسألكم جميعا أيها الأسراك حكومة وشعبا هل أنتم مستعدون لسقوط حلب مدننا هي نحن هي تاريخنا فهل نسمع صوت حجارتها وهي تنادي صحيفة يانا شفق التركية نشرت مقالة لإبراهيم قرقل بعنوان نداء المدن أجيب حلب جاء فيه إن أحدث كوباني تعمي عيوننا فهي تخفي عنا حقيقة ما يدري في سوريا والعراق كوباني وتنظيم الدولة يستخدمان كغطاء من أجل إشغال الاهتمام الشعبي واستفساز حساسية مشاعر الجمهور من خلال موقف الاختيار ما بين تنظيم الدولة أو حزب بي دي الاتحاد الديمقراطي وقد نجحت هذه الخطة جزئيا فبينما بدأ البعض في تركيا يتعاطف مع تنظيم الدولة إن جرف قسم آخر نحو موجات التعاطف مع حزب الاتحاد الديمقراطي وأصبح التنظيمان أساس عملية تغيير خارطة الشرق الأوسط وتشكيل بنائه عقر الدولة شعر بهذا الخطر والسلطة السياسية أدركت الأمر واستطاعت أن تقرأ اللعبة بشكل صحيح ولم تغير موقفها على الرغم من الاتزاز ولكن مع الأسف لم يستطع المثقفون استيعاب ذلك فجعلوا أفكارهم تتشكل بناء على الموجات اليومية حتى أن استيعابهم للمنطقة لم يتجاوز الحسابات الخاصة للتنظيمين إنما رأوا في احتلال القدس خلال حرب العالمية الأولى ردا وانتقاما من صلاح الدين الأيوبي يمثلون دليلا على العمق التاريخي بحيث نلاحظ هذا التوجه التاريخي والإدراك كأساس لكل الخطط التي تحاك حول منطقة الشرق الأوسط حتى أن هذا السبب يقف خلف استخدام الولايات المتحدة عنوان الحروب الصليبية في حربها على العراق لذلك فإن ما نشهده اليوم في العراق وسوريا لا يشبه الأزمات الداخلية لم نكن على إدراك بذلك وقت احتلال العراق فالبعض من خلال فهمه السطحي كان يعز التواجد العسكري الأجنبي في بلاد الرافدين إلى العداء مع نظام صدام حسين إلا أن هذه الجيوش التي استقرت في قلب بلادنا تحمل حسابات منذ ألف عام من خلال التنظيمات تدار حرب الهويات ويتم تقسيم ثروات الطاقة ويعمل على إسقاط دول وتقسيم أخرى وإنشاء دول مكان أخرى ويرسم تاريخ المنطقة من جديد في الذكرى المؤوية للحرب العالمية الأولى باستخدام دول الحماية التي لا تتعدى هوية التنظيمات إن لم نكن قادرين على فعل شيء ورؤية شيء فلنصغي إلى نداء المدن ولنتجه حيث توجهنا المدن بغداد ودمشق وقونيا والقاهرة والقدس فهذه المدن دفنت في أرضها إمبراطوريات وقضت على حكامها الظالمين لتنشئ حضارة ممتدة لألاف السنين فلنستمع إلى نداء المدن ولنتجه في التجاه الذي تقودنا إليه وحينها سيكتب تاريخ جديد في المنطقة وستقوم تركيا وبلاد الجوار على قدميها وستجد نفسها وستسقط أنظمة الوصاية وينتهي عصرها الذي امتد مئة عام فلنقرأ هذه الكلمات من أجل حلب ولنقف لإلقاء التحية على حلب ونشاركها ألمها ونصغي إلى النداء زهير سالم مدير مركز الشرق العربي للدراسات تعليقا على زيارة معاد الخطيب لروسيا يقول أصاب الشيخ معاد الخطيب أو أخطأ ليس هذا هو الأمر المهم الأمر الأهم أن الرجل يفكر في الناس والآخرون لا يفكرون إلا في أنفسهم هذا ما قاله لموقع كلنا شركاء وفي ذات السياق نشر موقع كلنا شركاء للدكتور فيصل قاسم تحت عنوان نعم للحل السياسي في سوريا لكن مع من جاء فيه نعم للحل السياسي في سوريا لكن مع من؟ مع نظام المخابرات الذي يصنع تماثيل للحذاء العسكري وينشرها في شوارع سوريا كي يقول للسوريين إننا سنداوي جراحكم بالبستار متى تصالحت الذئاب مع الحملا؟ حتى لو تنحى بشار الأسد ألم تبقى دولة المخابرات العميقة التي تضرب جذورها في أعماق حتى وزارة الصرف الصحي والمذابل القومية فما بالك بالوزارات السيادية والعسكرية والأملية؟ جميل أن يعبر البعض عن شعور وطني يدعو إلى لملمة جراح سوريا لكن شتان بين المشاعر الطيبة ومشاعر نظام عسكري مخابراتي فاشي مستحد أن يحرق الأخضر واليابس لمجرد أنك عرضته بالكلمات فما بالك إن عرضته بالرصاص؟ بالأمس فقط كتب لي أحد مؤيدين نظام الكبار ليقول سيترحم السوريون على أجهزة الأمن القديمة لقد طورنا على مدى السنوات الماضية أجهزة صلبة ستجعلكم تحنون إلى أيام المخابرات الخوالي هذه هي الرسالة الحقيقية التي يوجهها النظام الفاشي للسوريين بعد كل ما فعله بهم وبالتالي من السخف أن تواجه الفاشية بمبادرات الحب والهيام الصوفية هؤلاء لا يفهمون سوى اللغة التي يستخدمونها هم أنفسهم مع السوريين منذ حوالي نصف قرن من الزمن وليس لغة محي الدين بن عربي شعوب محاصرة تصبح مهاجرة ومن عقلها يشع العلم والحضرة نشرت صحيفة التايمز في افتتاحياتها بعنوان مهاجرون متميزون الأبحاث تشير إلى أن المهاجرين يتفوقون في الدراسة ويساعدون السكان المحليين تقول الصحيفة أن التربويين والباحثين في مجال العلم لاحظوا ما أسموه بتأثير لندن حيث أوضحت نتائج الاختبارات المدرسية أن التلاميذ في لندن يحققون نتائج أفضل من أقرانهم في مناطق أخرى في بريطانيا وكان هذا الفرق يعزال الإصلاحات التعليمية في العاصمة ولكن بحثا جديدا أجرته جامعة بريستول يشير إلى تفسير آخر حيث يشير إلى أن تحاسن النتائج الدراسية في لندن يعود إلى وجود نسبة كبيرة من الأطفال من أسر المهاجرة أو من أصول المهاجرة وتقول الصحيفة أن نتائج هذه الدراسة لا يجب أن تأتي بمثابة مفاجأة فالأسر المهاجرة أي كانت أصولها تمكنت بالفعل من القيام بتغيير موطنها وتأقلم مع بيئتها الجديدة والقيام بالمزيد من التعديلات مثل تعلم لغة الإنجليزية والاجتهاد في الدراسة والمراجعة قبل الامتحانات الدراسية وهو جزء لا يتجزأ من المهارات التي اكتسبوها للتأقلم وتدرك بعد فوات الأوان بأنك لما انحنيت انتهيت وحين ترفض الشعوب أن تنحني يولد الربيع مجالة بنات المستقبل نشرت مقالا لميثاء أقبيق بعنوان ربيع براغ وربيعنا بين بعزيزي ويان بلاتش ربيعا بنهاية مختلفة جأفي بعد أن اشتاحت الدبابات السوفيتية تشيكوستفاكي عام 1968 على إثر حركة المنتدى المدني التي كان من مؤسسها الكاتب المسرحي فاتسلاف هافل وقمعت ربيع براغ ومحاولات إصلاح الحكم الشيوعي في البلاد حاول السياسيون تحقيق نوع من حكم ائتلافي وإن كان صوريا بهدف المضي في طريق تحقيق حرية أوسع ومحاولات لمحاربة الفساد غير أن شيئا من وعودهم لم يتحقق ما جعل هافل يشارك في صياغة وثيقة سميت ميثاق 77 احتجاجا على قمع الحريات في بلده ثم ساهم بعدها في تأسيس لجنة الدفاع عن المضطهدين عام 1979 غير أن الاحتجاجات تحولت بعد ذلك من تنظيم مدني إلى شعبي فيما سمي الثورة المخملية وأحرق الشاب يان بلاتش نفسه بعد قمع الأمن للحراك الشعبي وهو ما أدى إلى نزول المحتجين بمئات الآلاف وجعل حتى الذبابات السوفيتية عاجزة عن إعادة عقارب الساعة إلى الوراء حدث هذا عام 1989 في تونس كان هناك شاب يدعى محمد البعزيزي مات والده وهو صغير فبدأ يعمل في بيع الخضار وهو في سن الثانية عشر كي يعيل عائلة فقيرة مكونة من سبعة أفراد تقول والدة البعزيزي إن ابنها عندما أحرق نفسه احتجاجاً كان يعتقد أنه سيلفت النظر وسيعالج في المستشفى ولم يكن يتخيل أن ما فعله سيودي بحياته وبالعودة إلى ربيع براغ فإنما يميزه نقاط متعددة ومتشعبة أولاها يتمثل في أن شرائح الشعب المختلفة اصطفت مع بعضها البعض لهدف واحد وثبت الجميع عند مطالبهم الأساسية التي قاموا من أجلها فعندما أحرق البعزيزي نفسه لم يكن يحلم بشكل دولة إسلامية أو شعية أو علمانية كل ما كان يريده البعزيزي ويطمح إليه وتحقيق العدالة والكرامة بأي صورة جاءت النقطة الثانية التي ميزت ثورة براغ هي أن مكون الشعب فيتشي كوسلوفاكيا متقارب ما جعله يصطف مع بعضه البعض وجعل رجال أمن وشرطة ومسؤولين ينحازون إلى عامة الشعب في حين تخرب المشاعر الطائفية قدرة سكان الشرق الأوسط على المحاكمة العقلية ما هيك عن استعجال من طرف في فرض دولة خلافة إسلامية قبل تأسيس أركان منطقية لها أما النقطة الثالثة فهي أن محاولات التغيير والإصلاح في ظل الحكم الشيوعي الشمولي في تشي كوسلوفاكيا استمرت أكثر من عشرين عاما وهو ما لم يحدث في أي دولة عربية قام شعبها فجأة من دون أن يفكر قبل ثورته ولو للحظة بأنه سيثور على حاكمه بل إن الأهم من ذلك كله أن فاتلاف هافل أحد قيادي ربيع براغ لم يقتله أحد ولم يخفيه أحدا وراء الشمس أو يقطع جسده إلى أشلاء بل بقي حيا يناضل مع شعبه ويدافع عن حقه في الكرامة والحياة حتى صار رئيسا لبلاده بعد انتصار الثورة المقملية مشاهدنا الكرام يقول الشاعر أحمد مطر بلغ السيل الزبا ها نحن والموت سواء فاحذروا يا خلفاء لا يخاف الميت الموت ولا يخشى البلايا قد زرعتم جمرات اليأس فينا فاحصدوا نار الفناء بهذه النار سنهتدي ونضيء ضربنا أحرار رغم كيد الظالمين شكرا لكم لحسن المتابعة وإلى اللقاء السلام عليكم اشتركوا في القناة